لو أردنا أن نحبب أبنائنا في اللغة العربية ما هو الأسلوب الجيد كلنا لدينا أطفال نريد أن نجد طريقة تدخل إلى القلوب حقيقة لأن الحب أساس صنع وفعل كل شيء أن يفعل الطفل ما يحب كيف نحببه بهذه اللغة طيب نحن قلنا أن العمر المستهدف هو العمر الصغير أولا لأنه عمر قابل عنده القابلية ويستطيع أن تتعدد لديه اللغات يعني أبناؤنا وهم في المراحل الأولية من التعليم هنا في مثل هذه البلاد يقولون لأولياء الأمور المعلمين لا تتحدثوا معهم اللغة الألمانية مثلا في المنزل تحدثوا اللغة الأم تحدثوا اللغة العربية هو سيتعلم اللغة الألمانية في المدارس وفي الشارع وكذا فأولا التحدث باللغة العربية في البيت مع بيان أهمية اللغة العربية ليه يتعلم اللغة العربية ليه حينما يقف ويرفع يديه ويقول يا رب حين يقرأ الكرآن ويتأمل آيات الكرآن فهو لا يعيها إلا باللغة العربية إذا فهمها وإلا يكون مرددا خلفك وهو لا يدري ما يقول وهو لا يعي ما يفهمه الأمر الثاني نحبيبه بحمل الجوائس نجعل لهم الهدايا نجعل لهم المكافآت من حفظ كذا فله كذا من تعلم كذا فله كذا يكون هناك حافز يحفزه إلى التعلم يكون هناك أن تذهب بولدك إلى مراكز تعلم اللغة العربية على سبيل المكافآة لا على سبيل العقاب هذا مما دائما ننادي به يا أخوانا متاخدش ابنك إلى المسجد وتقول له ده أنا هعبك أنت طبما ما تسمعش الكلام أنا هواديك للمدرس يعلمك الكرآن ويحفظك السنة ويعلمك اللغة العربية لا تأخذ ولدك أخذها كعقوبة لم يأخذها كعقوبة للأسف يعني لا تأخذه على سبيل العقوبة بل خذه على سبيل الهدية وعلى سبيل الاستحباب والله الآن أرى من أبنائنا من يبكي حينما يريد أن يغادر مركز التعلم هو مش عايد يمشي أن توفرت له في هذا المكان سبل الراحة وسبل الطمأنينة والسكينة خلفية أولادنا لابد أن تتغير عن المكان العربي الذي يدرس العربية سواء كان مسجدا سواء كان مركزا سواء كان شيء يعني يقدم منظمة تقدم تروس وكرسات في تعلم اللغة العربية لابد أن يتغير الفكر عنده مش أنه هو يتعلم العربي يبدأ في عقوبة يبدأ هو نفسه أبدا قبل أن يبدأ زي الأخونا اللي راح يتعلم اللغة العربية هو خلاص هو يعني لا يريد أن يتعلم بس أهو راح قال له قول يا ابني ورايه ضرب زيدون عمر قال له طب هو ضربه زيدون وعمر يعني اسمانتا اصطلح عليهم النحا يعني عشان الرفع أهل علم أوله كذب لا خير فيه يعني كأنه يعني يعني يختلق أي شيء أي عذر حتى ينفذ فلذلك لابد من وجود المكافآت والمحفزات لأبنائنا وإن غير نظرته للغة العربية ونظرته لحفظ هذه الأبيات الشعرية البسيطة أو الآيات الكرآنية البسيطة أو الأحاريس التي يحتاجها في يومه دائما نجحل هذا في حياة أبنائنا يعني مثلا حين تعلم ولد صغير في هذه المنظمة حديث من أداب الطعام وشراب يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك ويفهم هذا المعنى طيب قول لي بالله عليه قبل الأكل حينما يوضع أو توضع الماء ده ماذا يقول بسم الله قول بسم الله قول بسم الله ويذهب إلى إخوتي ويقول له هل قلت بسم الله فإذا يعني نسيت قول بسم الله أوله وآخري يعني هذه الأداب بسيطة هي حياتنا نتعلمها حياتنا نمارسها ولكن نمارسها من باب الشرع ومن باب الدين ومن باب اللغة العربية التي علمنا إياها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص التي لا استغناء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر